السلاح هياها للفلاح هياها للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا ومولانا محمدين الأمين وعلى آله وصحابته لغرر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من يقتفى آثارهم إلى يوم الدين باكو جليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر 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 سوف تقرر فى نفسه كان يترجم بعد الشخص سوف يترجم بعد الشخص سوف يترجم خطione السوف و stero هو أن يترجم خطئ من طريق على عمل أن يترجم معين تريد خطئ من شخص فهى كلمة إنني أضمن سوف تكون لقوة البشرية وأنا وعلى الله في المدينة من نجد أن يكون مهمة وعلى الله وآهرت وعلى الله وآهرت وعلى الله وآهرت أنت تقبل أن يكون مهمة لن تكون مهمة لا يوجد مهمة فهما يكون لدينا تشاهدنا بالتبع فقط فقط لا تزال والذين سوف يقوم بزراجة توجد يتصابين يهتنين بحضورة من فرحة يهتمون من حياتك يهتمون من فرحة من فرحة وأبقى الذهاب أبدا يريد أن يتعاوم بخطيات من خطيات من خطيات من خطيات. وأبقى يتعاوم بخطيات. إنك الاجباء يتعاوم بخطيات من خطيات من خطيات. فقط من الضغة في أبدا، ففق تعالى من خطيات. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله الله لا شكرا الحمد لله الجليل القهار بالتفسير والإنذار وقال أيضا اشتركوا وما خالفه فتوبوا منه واتنبوه وعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وهذروا وهذروا من أن تكونوا من من يخاطبون بقوله تعالى أذهبتم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فليوم ما فردتم وما فردتم فيه من فروض عينكم وخاف وخاف العباد كي تسلم لكم القلوب من شؤم الذنوب ورين التبعا وعليكم ألا تزالوا خائفين وجليل من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة وفي الخوف منها شغل شاغل عن الاهتمام بغيرها لأن الخاتمة تتبع السابقة فمن حسنت سابقته سلمت خاتمته جعلنا الله وإياكم ممن سبقت لهم من الله الحسنى شكرا 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 وناهيك بهذا الجلال بقوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أهضم هذه الخلال وصلى عليه هو بنفسه كما صلت عليه ملائكة خدسه وأمر بالصلاة عليه عباده الموصفين بالإيمان وذلك غاية الكمال وقال تسريفا له وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصل اللهم عليه وعلى جميع ماله من الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان في الحال والمال اللهم إنفعنا بمحبتهم واحسرنا في زمرتهم وارزقنا القيام بما يجلهم من التعريم والاحترام مهأن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وسرط في صحة الإيمان واسمعوا قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربين يخفر الله لنا ولكم آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى وآخرين منهم لما يلحقوا به هو عزيز الحكيم بذلك حضر الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العظيم مهل الذين حملوا التوراية ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يزمسر القوم الذين كذبوا بآيات الله والله في القوم الظالم قل يا أيها الذين هادوا إن سعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت إذنه الله وعليه للظالمين قل إن الموتى الذي تضرون منه فإنه منا فيكم هم تربون إلى أعلم العيب والشهادة في النبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوزيوا للصلاة اليوم من دون الناس وعليه للذكر الله وعليه للعيب والربي ذلك خير لكم وهم كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتفروا في الأرض وابتحون فبذل الله وكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة المولة وليخضوا إليها وتركوك قافوا قل عند الله خير من الذين ومن التجارة والله خير بالراسحين الله الله أكبر 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 الله أكبر